السلام عليكم صباح الخير أخوتي الأعزاء قبل كل شي أنا آسف جدا لعدم إمكانية الحضور كنت أتمنى بصراحة أحنا وباقي الأخوة العراقيين أن نكون معكم اليوم بس للأسف مواضيع التأشير أو المشاكل موجودة في الوطن العربي كانت أكبر من حلمنا هذا بصراحة وصلنا اليوم أنا اللي شوفوا بأنه احنا وصلنا اليوم إلى مفترق طرق مهم جدا لنا احنا كويكبيديين عرب المليون مقالة قريبة جدا فرجاء أدعوكم أخواني لاستغلال كل دقيقة في هذا المؤتمر هذا المكان الجميل مع هؤلاء الأخوة الرائعين لمناقشة كل دقيقة في كيفية جعل المستقبل أجمل بالنسبة لنا كلنا وزيادة عدد المقالات وكذلك تحسين نوعيتها أنا متأكد بأن الأخوان أصحاب المداخلات لديهم أفكار جميلة وكثيرة ومتنوعة فأتمنى منكم أن تتناقشون معهم وأن تستفادوا من كل دقيقة بصراحة كنت أتمنى أكون معكم لأناقش مع حضراتكم محصلة أشهر من العمل والاجتماعات الطويلة المتواصلة لي شخصيا مع الأخوة عباد وبشوندو أحمد وعلاء لدينا الآن أسس ومبادئ حلم كبير سيجمعنا إن شاء الله ويوحد جهدنا نحن كعرب هذا الحلم أسميناه المجلس العربي أتمنى منكم مناقشة الموضوع مع الأخوة بعمق شديد وتماعون أتمنى أن تحاولوا أن تناقشوا كل نقطة وإن كانت صغيرة أو غير مهمة بالنسبة لكم لأنني أعتقد بأن هذا الموضوع سيكون مهم جدا لنا كلنا وسيكون قاعدة صحيحة وقوية لكل العرب لننافس من خلاله المجتمعات الوكبيدية العالمية أرجو منكم أيضا مناقشة كيفية إقناع المؤسسة بتأسيس مكاتب رسمية للمجتمع العربي في البلدان العربية بموظفين عرب أو أجانب دائمين المهم أن يكون لنا تمثيل رسمي دائمي وليس فقط العمل من باب التطوع أنا أصلا بدأت هذا الموضوع مع قسم الأخوان في القسم الستراتيجي وأعتقد آمنة وأناس لديهم بعض المعلومات أتمنى أيضا أن تتناقشون معهم وإذا كانت لديكم أي فكرة ممكن أن تساعدنا في هذه العملية فسيكون من الممتاز أن تتصلوا بنا أو بآمنة وأناس لأنه بالفعل هذا موضوع مهم جدا وأعتقد هو الفارق بين البلدان العربية ومجموعات وكيبيديا المتطورة الثانية أيضا كان لديه مشروع أهل المعرفة الذي أيضا أعتقد بأنه له أهمية كبيرة للكل لأنه أعتقد سيزيد نسب المقالات العربية بفارق كبير أعتقد أحمد وعباس وفرح معكم موجودين فتستطيعون أن تناقشوا معهم وتعرفوا أكثر عن التفاصيل ونحاول إنتاج النسخة الأولى في الوطن العربي أيضا وكيبيديا برنامج وكيبيديا التعليم سينطلق قريبا في العراق فأتمنى من الأخوة اللي عندهم معلومات كاملة وقادوا البرنامج في بلدانهم العربي أن يتواصلوا معي لأنني بالفعل سأحتاج إلى مساعدتهم بارك الله بكم ونتمنى لكم كل التوفيق نحن العراقيين خصوصا والشعب العربي عامة وأتمنى لكم التوفيق ونراكم قريبا إن شاء الله في مناسبات أحسن وأجمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته